تخيلوا أكاديميات تأتي للمملكة من حول العالم أكبر شركات التقنية تأتي للمملكة في الحدث الأكبر من نوعه وفي بداية جيل جديد من المبرمجين وبتكرين عندنا وأيضاً تسريبات كثيرة عن الآيفون 13 بحيث شفنا أغطية الحماية وكفرات وتأكيد موضوع النتوء المختلف والكاميرات الخلفية طائرة سفر أمريكية يصبح فيها حريق بسبب جوال هل نجد أن نأخذ خوف من هذا الجوال أم لا؟ ورئيس في جوجل فضح ميزة مهمة في الفيكسل القادم عن طريق الخطأ ويأهلا وسهلا فيكم ومساكم الله بالخير وماذا رأيكم؟ الأخبار تأتيكم من حول العالم وينما كنت وكان هذه آخر أخبار صورة من هنا من بوسنة من جمب غابات تارشن أعطوني رأيكم أستمر وينما أجيي تصور لكم الأخبار وأجعلكم على كامل الحدث التقني أو لا؟ قلوا لي في التعليقات ولا تروني من لايك ومن كل التعليقات وبسم الله يوم أبدأ بحدث لونش كي اس اي هو الحدث الأبرز من نوعه فعلياً أكبر حدث تقني معه تبدأ مسيرة جديدة من المبادرات في المملكة من الأنشطة من الدورات من كثير من الأشياء التي مرتبطة بالتقنية في المملكة العربية السعودية تخيلوا يا جماعة عندما يحدث في المملكة هدف يتم الإعلان عنه من الاتحاد السعودي للبرمجة والدرونز والأبن السبراني نتكلم على شيء مرة عظيم أن المملكة يحدث فيها بحلول عام 2030 مبرمج من كل مئة سعودي شيء عظيم ونتكلم على شركات عالمية موجودة عندنا مثل أبل ومايكروسوفت نتكلم على أمازون وعليبابا نتكلم على استوديوات تطوير العاب نتكلم على دي جي اي وكثير من الشركات مع هذه الشركات وأكثر لكي يكون لهم أكاديميات في المملكة ويتم تدريب السعوديين على مجالات مختلفة في البرمجة وغيرها يعني أبل بوجودها وبنفس الـ Apple Developers Academy شيء مرة قوي هناك منصة اسمها Launch.SA وذهبوا لها المنصة فيها تفاصيل كثيرة وحساب الاتحاد السعودي للبرمجة والدرونز يجبكم تذهبوا لكثير من المبادرات التي تظهروا وبالتأكيد سنصل لأهداف عظيمة تخيلوا حاجة من أعلنها في نفس المؤتمر وطلع مع المستشار تركي آل الشيخ وجاء وقال حدث ات هاك بيأتي عندنا هنا من لاس فيغاس بيأتي المملكة نتكلم على نوفمبر هذه السنة ثلاثة أيام مبرمجين وتحديات برمجة وكثاث وخارب أشياء مرة رهيبة يعني كم العلم الذي سيطلع منها شيء رهيب فقلوا لي سألكم تغطيات وأشياء عنها أم لا؟ وبسم الله تبارك الرحمن الله يارب قويها البلد على كل شيء هناك تقنية وكل شيء فيه خير وفائدة لنفس البلد خدمة إكس بوكس كلاود ستريمينج ستوفر بشكل رسمي نهاية العام على الإكس بوكس سيريس إكس والإكس بوكس وون وأدري مسميات جهازاتهم تلخب الخدمة اشتغلت على الجوالات في بعض الدول وصرت أن تدخلوا من آيفونكم أو جهاز الأندرويد أن تدخلوا على التطبيق وتشبكوا يدوا الإكس بوكس من خلال البلوتوث وتلعبوا مباشرة كبث مباشر دون حاجة لتحميل الألعاب على الجهاز قريباً على أجهزة الإكس بوكس أيضاً المنزلية تستفيدوا من الخدمة كل اللي عليكم أن تكونوا مشتركين في اشتراك الألتيميت وتدخلوا على قائمة الألعاب تحصلوا بعض الألعاب عليها أيقونة الكلاود ويمديكم تلعبوا عليها مباشرة بدون تحميل ما الفرق عن أني ألعب لعبة بالسحابة وألعب لعبة على الجهاز؟ أول شيء، وفرت وقت تحميل اللعبة وفرت مشاكل التحديثات جاهزة للعب وأيضاً مساحتكم الحالية على القرص الصلب لا أحد يستخدمها والجميل في خدمات الإكس بوكس أنها تتوسع خارج حتى نطاق أجهزتهم الأخيرة يعني الجيل الماضي من أجهزتهم تدعمها الويندوز تدعمها، الآيفون، الأندرويد، وقريباً حتى التلفزيونات تدعمها شغل كبير من مايكروسوفت التي قطعت شوت طويل جداً في وقت قصر تخيلوا مكافأات بمجموعة 100 مليون دولار لصناع المحتوى في لعبة PUBG وأعلنت PUBG Mobile عن برنامج اسمه PUBG Mobile Next Star بيبدأ في مناطق محددة منها الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ومن خلال هذا البرنامج ستحصلون على دورات تدريبية ودعوات لحضور فعاليات حصرية ومسابقات حضرت لكم الرابط الخاص بالبرنامج في الوصف وتحصلون إن شاء الله كل المعلومات التي تحتاجوها بالتفصيل نائب رئيس جوجل وعن طريق الخطأ كشف أن البيكسل ستة برو يأتي ببصمة تحت الشاشة نزلت غريدة فيها صورة للشاشة حق البيكسل سيكس برو الخاص فيه وكان مبين أنه هناك مكان للبصمة في نفس الشاشة يمكن للبعض لا يرى الموضوع مهم كثير اليوم لكن هذه المرة الأولى جوجل تستخدم تقنية البصمة تحت نفس الشاشة وما تلاحظون أن الشركات التي تعمل أنظمة التشغيل وفي أوقات كثيرة تتأخر في تقنيات معينة؟ دعونا من أبل، لكن لماذا من زمان تنزلت البصمة تحت الشاشة؟ خصوصاً أن سامسونج، هواوي وغيرهم لهم فترة من نزلها في أجهزتهم مع أنه نظام أندرويد المصمم من جوجل حتى مايكروسوفت تقدر على أجهزة السورفس بتوازن أكثر من الشركات التي تأخذ الصلاحيات لإستخدام النظام في أجهزتها هل هناك أمور معينة؟ مواضحة لأنا كمستخدمين، هي السبب هذه التأخر أمر يدعو للتساؤل، ودعوني دائماً أقول أن الشركات التي لهم اليد العليا مثل أبل وغوغل في البرمجيات يقولوا أنهم يبقين بسط بعدين نفكر فيها تيار روما، من فيديو مقارنة ساعة هواوي وأبل في ساعة هواوي، إذا لا يوجد NFC، يقول ما هي فائدة التي تستخدمها بالدفع؟ عندما نتحدث عن خدمات الدفع وعدم موجودة NFC، هذا شيء مختلف يجب أن خدمات الدفع تكون موجودة على نفس الساعات الذكية ومضمونة يعني لدينا في المملكة في STC Pay، يمكنك الاستفادة منها وتضع بطاقة مدى على الساعة وتدفع أمورك طيبة إذا كان لديك ساعة أبل فكرة NFC موجودة ولكن لا يوجد خدمة، يوجد ارتباط ولكن توفير الخدمة هو الشيء الأساسي الأخ مازن ومن نفس الفيديو يقول أنهم ظلمتم ساعة أبل مع أنها تتفوق في نقاط عدة مثل حجم الشاشة الأكبر والتطبيقات الأكثر كمية أكبر في الاستقرار والاكسسوارات المنتشرة بقوة وأخيراً القدرة على الدفع من خلالها الآن القدرة على الدفع من خلالها أختلف معاك أنها فقط لدينا وفي دول ثانية موجودة لهواوي الدفع هناك تأليقات كثيرة في نفس الموضوع قبل أن أقول شيء، يجب أن هناك نقاط أساسية موجودة هي التي كانت المقارنة عليها لأن لو أخذت أي ساعة موجودة ذكية وبدأت أقارنها بساعة ثانية مثل ساعة أبل ستكون الكفة لساعة ستة جيال موجودة في السوق، ستطلع لها من هنا ومن هنا مزايا ولكن يجب أن أجلب نقاط تشارك مشتركة وبين الساعات، وتكون المقارنة عادلة الأخت أبرار من فيديو سيرفيس إكس برو تقول استخدامها دراسة وكتابها بحوث وبرامج أفص هل الجهاز مناسب؟ الآن يجب أن أقول لكم أن في فيديو قادم يوضح لكم أفضل جهاز للدراسة سواء ابتدائي أو ثانوي أو متوسط قبل وأكيد المدرسين وأيضاً رجال الأعمال ومن ناحية الجهاز سيرفيس إكس برو على استخداماتك أبرار شيء مرة بسيط ستستخدميه من جهاز مرة بطل فالمواعدلة مصحة الأخمسلم عقيل ومن فيديو الأخبار يقول الأجهزة ترتفع أسعارها مع كل إصدار جديد هل تتوقع في السقف تتوقف عنده الأسعار؟ أبداً، انسى تتوقف الأسعار، ولكن هناك شركات تعيد توجيه أسعارها كما رأينا في الفليب وفولد من سامسونج الشركات بمقدورها تقلل من الربحية ولكن هناك قطع وأزمات حالياً، فلعلوا عسى إن شاء الله تضبط الأمور لاحقاً هناك طائرة في الولادة المتحدة الأمريكية، حصل عليها انفجار لهاتف والمسافرين كانوا أمريكيين فيها أكثر من 129 مسافر وستة من الطاقة انفجار الهاتف تسبب بحرائق داخل الطائرة ووقفوها لتطاقة من المسافرين، لأن الأمر لم يكن بسيط لهم وعشان يمكنهم أن يسيطروا على الحريق بشكل جزئي ووضعوا الهاتف في أكياس تتحمل درجات حرارة عالية يقولوا أنه داخل الطائرة صار مليء بالدخان الأمر الذي دفعهم للهبوط الاضطراري، وإخراج كل المسافرين من الطائرة لضمان سلامتهم ويبدأوا أن اثنين فقط من المسافرين هم الذين تم نقلهم للمستشفى للإصابات الهاتف يقولوا أنه احترق لدرجة صار من المستحيل التعرف عليه كل شيء يدل على أن الهاتف كان حالة نادرة جداً ومو معناها أن الجهاز في مشكلة أو أنه نفس السلسلة سيئة بالأكس، هو أحد أجهزة سامسونج A21 الأكثر شعبية لكن هي حالة خاصة حدثت لا ننسى أن هناك تلفونات احترقت وهواويات انحركت لأسباب مختلفة على طيارات ولكن لا يسل لها زخم إعلامي فإذا جاء ناس يستخدموا هذا الأمر إعلامياً، اعرفوا أن هناك قائمة كاملة موجودة في بعض المواقع لجهازات تحترق وأجهزة إلكترونية تحترق على الطيارات ولكن عندما تدخلوا في الطيارة يقولوا لكم أن هناك أجهزة في الشنط على الأساس يعرفون أن الأجهزة سأخذها معك إنت داخل الكابينة التي متحكم فيها، سنستطيع توازن الهواء وبغض الهواء وبالتالي فرص الاشتعال أقل دعوني أعطيكم نبذة عن نفس الهواوي واتش تري برو فالساعة حق الهواوي واتش تري برو تقدم توافق جيد لجميع الأنظمة كل ما عليكم هو تحميل تطبيق الصحة من هواوي سواء على الأندرويد أو على أنظمة آي او اس وبهذه الطريقة تستخدموا الساعة حتى لو جوالاتكم آيفون مثلاً البطارية بالفعل تعطي مدة أطول فالهواوي واتش تري برو تقدم بطارية تعطيكم من 5 إلى 21 يوم من الأداء على حسب الوضع المزيد من تسريبات أبل طبيعي، مؤتمرهم قريب مرة وهذه المرة تسريب أغلبه حماية للشاشة وعلى فكرة نفس هذه الأغطية كانت صورة وتواجهت الآيفون 13 الذي توضح بشكل كبير أن النتوء صار أصغر بفارق منحوظ ترى يا جماعة ماليشيا، ولكن قاعد عيشكم جو رعب، ماليشيا ناسف المهم أرجع وأقول أن أكثر الأغطية التي تسربت كانت صورة وتواجهت الآيفون 13 توضح عليها بشكل كبير أن النتوء صار أصغر بفارق منحوظ وأصغر حتى من التسريبات السابقة العلبة مكتوب عليها أن هذا الغطاء مخصص للآيفون 13 و13 برو هل تأكدنا معقول أن يكون اسمو 13؟ مع أننا تقريباً من أول أن هذه الجهازين يكونوا بنفس حجم الشاشة نعود إلى البصمة تحت الشاشة ذكرنا سابقاً أن هذا الأمر مستبعد هذه السنة حسب التسريبات وبلومبرغ وتقاريرهم لكن التسريبات الأخيرة تقول أن أبل اختبرت التقنية فعلاً على لايفون 13 لكن هناك تضارب في الإشاعات إذا نرى هذه السنة على فئة البرو أو السنة القادمة على كل النسخ البصمة مطلوبة من المستخدمين كثيرين يعني أنا أحد منهم لأن أشعرها أسهل من الفيس اي دي ويبدو أن أبل لا تريد أن تضيفها على الآيفونات بالذات التي تحت الشاشة بالعكس، بعض الموديلات على الآيفونات التي تحدثت البصمة في نفس زر التشغيل في حال ما كان الآيفونات بإدعم الفيس اي دي أمر أقرب لأبل يعني بصمة في زر التشغيل أقرب من تحت الشاشة ولكن يبدو أن في المستقبل القريب قبل تنزل الأجهزة وفي هذه التقنيات سواء بنفس الوقت، لنلاحظ أن أبل مستمرة في تطوير التقنيات بنفس الوقت وي تتبنى تقنيات جديدة واستمر مع تسريبات الآيفون 13 وتسريب أغطية بعد هذه الأغطية التي تسربت وعندما تم تركيبها على الآيفون 12 تبين لنا أن قاعدة الكاميرا صارت أكبر من السابق بفرق ملحوف مرة ملحوف ولذلك نتوقع أداء أفضل في التصوير في عائلة الآيفون 13 ممكن فعلاً أن نرى طور البورتري حتى مع الفيديو ولكن هل سيكون حقيقي أو عبارة عن برمجيات مثل بقية المنافسين؟ أذهب إلى الساعة السابعة، يمكن أن نرى تسريبات تأكد أن أحجام الساعات بالفعل صارت أكبر من 40 إلى 41 ملي ومن 44 إلى 45 ملي ملي زيادة ولكن لا يفرق لأن الشكل يفرق أكيد تكبير حجم الساعة يعود لتصغير الحواف الذي يصار نفس موضوع حواف في الآيفون 12 الحادة التي برزت الشاشة أكثر من الساعة السابعة، ليس فقط الشاشة أكبر، لا شكلها أكبر فعلاً وأيضاً هناك تصاميم مرسمية تتوضح كيف يكون الآيباد ملي القادم لا يوجد جديد ولكن أريد أن أشاركم الصور بما أنهم متحمسون للجهاز باحتمال كبير نرى في سبتمبر بخصوص المواعيد، هناك تسريبات تقول أن مؤتمر أبل الأول على الأقل سيكون في 7 سبتمبر أما الإطلاق للآيفون سيكون في 17 سبتمبر وسماعات الأيربود ثلاثة ستنزل في 30 سبتمبر هذا سبتمبر المهم، هذا الذي يوجد من ناحية الموادع لا أعرف ما فيهني في هذه الفيديو، مع ظلمة وجه الرعب المهم، هذا الذي يوجد من ناحية هذه المواعد وأتمنى أن أسبوع الجايبان معنا التأكيدات هل لم يكن أعلموني أن أشتاق أن أصور لكم منه ولكن أشتاق أن أصور من أستوديواتي بالرياض أرجع، أصور لكم هناك وتشوفوا الأشياء القوية الجميلة بإذن واحد أحد فأشوفكم هناك، استوداتكم الله سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك في أمان الكريم